حملة واسعة للجبايات من أجل دعم المجهود الحربي ومواصلة تعبئة الأجيال القادمة بالأفكار الطائفية أجبرت ميليشيا الحوثية المدارس الحكومية والأهلية على تخصيص برامج وأنشطة ذات صبغة طائفية تستهدف عقول الطلبة الحملة تزامنت مع ارتكاب الميليشيا الحوثية موجة جديدة من التعصفات بد غطاء التعليم من بينها اقتحام مدارس وطرد تربويين وإجبار طلبة وتربويين على تقديم تبرعات تحت أسماء متعددة وترديد الصرخة الخمينية محافظة إب نموذج لتلك التعصفات حيث ألزم القيادي الحوثي محمد الغزالي المعين مدير للتعليم في إب فروع مكاتب التربية ومديرية مراكز التعليم والمدارس ومسؤولي الأنشطة في 22 مديرية تتبع المحافظة بتسخير جهودهم وطاقتهم من أجل الاحتفال بما يسمى ذكرى اسبوع الشهيد وتكثيف البرامج والأنشطة الذات المنهج الطائفي وإقامة معارض لصور القتلى وتنظيم زيارة جماعية إلى مقابرهم تعميم قبل بحالة من الاستنكار والرفض الشديدين من قبل مسؤولين وتربويين ومعلمين وطلاب المدارس وأمام هذه التعصفات المتكررة لا يزال نادي المعلمين يطالب بالتصعيد والمطالبة المستمرة بالإفراج عن رئيس النادي وبعض الأعضاء الذين تم احتجازهم على خلفية المطالبات بصرف الرواتب المنقطعة منذ سبع سنوات ودخلت المواجهة بين نادي المعلمين والحوثيين مرحلة جديدة مع بدء تصعيد حركة الاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب بعدما تراجع النائب العام الحوثي عن توجيهاته السابقة بالإفراج عن رئيس النادي وثلاثة آخرين من التربويين